قمة للتوافق أم للمواجهة؟ سؤال بات مليحا أمام المشاركين في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقلة في ولاية كيبك الكندية والتي تضم إلى جانب كندا كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا وألمانيا فرغم ما أعلن في اليوم الأول للقمة بشان إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين أمريكا وكندا إلا أن ثمت قضايا لا تزال عالقة بين السبع الكبارة بسبب المواقف والسياسات التي يتبنها الرئيس دونالد ترامب إزاء حلفائه في كندا وأوروبا إذ قال الرجل في غير مرة إن دولا أوروبية لم تدفع ثمن حمايتها من قبل الولايات المتحدة وتنتهج سياسة تجارية تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي الأمر الذي أثار جدلا بشأن مستقبل المعسكر الغربي ومدى تماسكه طالما ظل ترامب رئيسا للولايات المتحدة في المقامل فإن فرض الولايات المتحدة رسوما على وارداتها من الصلب والألمنيوم يثير غضبا كنديا أوروبيا بلغ حدا توقع معه بعض المشاركين في القمة فشل القارة في التوصل لاتفاق على بيان المشتركة غير أن مساحات الخلاف بين الحلفاء تمتد لتشمل انفراد واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران رغم محاولة أوروبية حثيثة لثني ترامب عن هذا القرار نهيك عن سعي ترامب لإعادة روسيا إلى اجتماع الدول الكبرى رغم رضي الحلفاء الأوروبيين التراجع عن طرد موسكو بسبب احتلالها شبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمها لسيادتها منذ 2014 القمة إذن تواجه عثارات عليلة في سبيل خروج ببيان مشتركة يتجوز خلافات باتت تعمقها سياسة الرئيس الأمريكي المولعي بالتفوق الأمريكي الحاسم لأي أمتيك الملفات والذي يبدو غير مبال بقواعد العلاقات الدولية حتى مع حلفائه